المساء من سكاي نيوز عربية مع فيصل بن حريز التاسع مساء بتوقيت أبوظبي الخامسة بتوقيت جرينيش المساء من سكاي نيوز عربية العمالة اليمنية في السعودية محاولات تنظيم مستمرة منذ نشوء الدول الحديثة تميزت العلاقة اليمنية بالمملكة العربية السعودية باعتبارات خاصة وعلى رأسها القرب الجغرافي والتداخل القبلي بين اليمن وجنوب المملكة وربما لهذا السبب حضيت العمالة اليمنية في السعودية بمعاملة خاصة ولكن مؤخرا طلبت الرياض من العمالة اليمنية الخضوع للقواعد والقوانين التي تحكم سوق العمل إذ أن غالبية العمالة اليمنية في هذا البلد لا تلتزم بنظام الكفير وقد أدى القرار السعودي إلى ترحيل العديد من اليمنيين قبل أن يتدخل العاهل السعودي ويمنح هذه العمالة مهلت ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعها لكن المتابعين لهذا الشأن يرون أن قرار الرياض لم يكن اعتباطية فمعدلات البطالة في صفوف السعوديين أنفسهم لا تزال مرتفعة كما أن عدم انضباط سوق العمالة الأجنبية في البلاد قد يخلق مشكلة أمنية العمالة اليمنية في السعودية محاولات تنظيم مستمرة موضوع حوالنا هذا المساء على سكاي نيوز عربية ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيوفنا في حوال المساء من جدة مدير مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية أنوار ماجد عشقي ومن العاصمة اليمنية صنعاء أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء خالد الفهد ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك ولكن قبل أن ندى النقاش موجز من الأنباء العمالة اليمنية في السعودية محاولات تنظيم مستمرة موضوع حوالنا هذا المساء على سكاي نيوز عربية ونرحب من جديد بضيوفنا من جدة مدير مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية أنوار ماجد عشقي ومن العاصمة اليمنية صنعاء أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء خالد الفهد ونذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك إذن مرحبا بضيوفي الكرام ومساء الخير وأبدأ معك سيد أنوار سيد أنوار ما يتعلق بالعمال اليمنية في السعودية وأيضا محاولات تنظيم مستمرة دعنا في البداية ننشخص هذه المشكلة وقضية العمالة اليمنية في السعودية من أين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وأصحابه العمالة اليمنية في السعودية جزء من بناء المملكة العربية السعودية العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية قبل وقوف الحكومة في اليمن مع العراق كان اليمن يعامل معاملة السعودي بدون كفيل لكن بعد أزمة العراق أصبح مثلهم كمثل أي إنسان من غير المملكة العربية السعودية كأشقاء العرب أستطيع أن أقول لا بد له من كفيل طبعا أصبحت تسر القوانين عليهم والأنظمة لكن هناك مشكلة ليست موجهة اليمنين فقط وإنما لكل العمالة فالعمالة الغير قانونية هذه هي التي طبعا تقلق القبض عليها وترحل نعم لكن لماذا دخلت هذه الحملة بعدها فيما يتعلق باليمنيين وتم التسليط عليها من الجانب العمالة اليمنية أكثر من غيرها من العمالات الأخرى الموجودة في السعودية الحقيقة العمالة اليمنية فقط العمالة اليمنين هم الذين انزعجوا أكثر على اعتبار أن هناك تربطهم علاقة الجوار مع المملكة العربية السعودية وخروجهم من المملكة أدى بهم إلى التذمر من هذا الشيء ولكن نحن نقول لهم لا تذمروا ولكن الباب مفتوح لكم إذا كان المسلك هو القانوني أما أن تكون هناك الحدود ويكون هناك الدخول بطريقة غير شرعية أو أن يفقد العامل طبعا يعني إقامته في المملكة العربية السعودية ولا يجددها أو أنه طبعا جاء للعمرة ولم يعد إلى بلده فهذه كلها غير قانونية أو أن يعمل مع غير الكفير وهذا يسري على الجميع دعني أرى أيضا جانب أيضا الشارع اليمني من عندك سيد خالد بن صنعاء يعني فيما يتعلق بالشارع اليمني كيف استقبل الشارع اليمني أو اليمنيون لمثل هذا القرار من السعودية مساء الخير بالنسبة لك وبضيفك والسادة المشاهدين ونحن نناقش موضوع بهذا الحجم لا بد أن نقول بأنه اجتاحت الشارع اليمني موجة تذمر حيال مثل هذا القرار الذي يعتبر مجحف ويعبر أن هناك قصور في مفهوم الوعي لدى السلطة السعودية وما فيه من حقوق المواطنة فكيف بالعمالة اليمنية فالأصل في فهم أي قيادة أو نظام سياسي هو رعاية وتأهيل المجتمع الذي تترأس عليه هذه السلطة وتبرز دورها في محو الفوارق في حالة ما إذا كانت هناك فوارق بين مواطنيها وهؤلاء الذين لكن سيد خالد هذه الحملة وجهت بشكل كبير للعمالة السائبة والمخالفة في السعودية لأن غالبية العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية لا تلتزم بنظام الكفيل وبالقوانين فيما يتعلق بالإقامة والعمل هناك دعني أوضح لك الإشكالية لأنه لا يجب أن نركز عليها من ناحية واحدة ونقفل نواحي أخرى ترتبط بمثل هذا القضية وتوضحها بشكل علمي وصحيح فما تفضلت به سابقا ذكرت بأن هناك إشكالية أجدها في الفهم لدى هذه السلطة والتي تعاني من إشكالية أساسية في معرفة حقوق المواطنة فكيف بالعمالة ودعني أضرب لك مثلا بما قام به النظام السعودي عام 1990 إن استطاع أن يطرد ما يقرب من المليون مواطن أو عام اليمن يعني ذنبه أنه ذهب إلى ذلك البلاد انطلاقا من القواسم المشتركة التي تربط أبناء هذين البلدين لكن هذا الموضوع كان ذو بعد سياسي دعنا نتحدث عن مسألة العمالة والقضية التي وثرت الآن في حملة الجوازات في السعودية سيد خالد هي تعتبر مرتبطة بشكل أساسي وأعتبر هذه المرحلة هي إكمال للمرحلة السابقة وأرجوك أن تترك لي وقتا بحيث أشرح هذا للسادة المشاهدين فذكرت بأنه في عام 1990 استطاع هذا النظام أن يطرد أو يرحل ما يربع عن المليون وكان هذا على النقيض من الموقف الذي أعلنته السعودية حيال الوحدة وما أدري هل أخذت بأين الاعتبار أن موضوع مثل هذا هو يربك نعم وضحت الصورة دعني أذهب بهذه النقطة إلى سيد أنور سيد أنور فيما يتعلق بحديث سيد خالد وربطه بما حدث عام 1990 والحرب على العراق وأيضا الغزو العراقي على الكويت يعني هذا الربط هل تعتقد أنه مقلع أولا أحب أقول بأنه في عام 1990 المملكة العربية السعودية لم تطرد يمني واحد وإنما الرئيس على عبدالله صالح طلب من اليمنيين العودة إلى بلادهم طالما أن المملكة طبقت عليهم نظام الكفيل فهذا لا يعني أن المملكة العربية السعودية طرد هؤلاء الأمر الثاني بالنسبة لما تفضل به هو لا يفرق بين العامل وبين المواطن المواطن السعودي غير والعامل الأجنبي الذي يأتي من بره سواء من دولة شقيقة أو من دولة صديقة أو مجاورة هذا يختلف نعم إذن سيد أنور دعنا نعود لحملة الجوازات هل تعتقد أن الحملة وطريقة هذه الحملة أتت في الوقت وأيضا الطريقة كانت مناسبة لإطلاق هذه الحملة؟ حينما بدأ طبعا أولا هذه العملية لم تصدر جزافا إنما هذه العملية بعد دراسة مستفيضة ظلت حوالي ستة أشهر بعدها المملكة العربية السعودية قررت هذا الشيء قررته ليس على العمالة يمنية وإنما على جميع أنواع العمالة الأمر الثاني أن المملكة العربية السعودية وجدت أن وجود هذه العمالة لها أمور أخرى أولا ستكون خاصة الغير قانونية تكون على حساب الإنسان السعودي فمعناها إننا إذا قبلنا هذه العمالة وقبلنا هذا معناها إننا إحنا هضمنا حقوق الإنسان السعودي فإذن لا بد أن يعود هؤلاء إلى بلادهم التي قدموا منها الأمر الثالث أن هذه العمالة لأنها غير قانونية شكلت تهديدا للأمن السعودي فإذن لا بد أن هذه العمالة تسوى قانونيا فمن يغضب من القانون يعني معناها أنه لا يفهم القانون فإذن لا بد أن يكون لكن هناك من يعتقد الفترة المدة القصيرة ليطلقها للحملة وأنها أتت على عجل ولم يتم دراستها أو الإعلان عنها لتصحيح الأوضاع وبعد ذلك أتت المهلة التي أعلن عنها الملك عبدالله التي تسمح بالانتقال السلس ثلاثة أشهر هل هي فترة يمكن من خلالها الانتقال السلس لموضوع الإقامة وتصحيح الأوضاع في رأيك سيدنا وراء؟ سبقت هذه العملية انذارات حتى بعض الانذارات وضعت على جوازاتهم وعلى أوراقهم الرسمية وهم يعرفون ذلك ما أعرف كيف إنسان يكون غير قانوني في بلد وما يعرف أنه غير قانوني رغم أن الأمير نايف كانت له كلمة يقول فيها الإقامة هي الاستقامة طالما أن هناك لا توجد استقامة وكان هناك وضع غير شرعي فإذن لا بد أن يتصحح هذه الأوضاع حتى نستطيع أيضا أن نصحح حقوق أبنائنا في المملكة العربية السعودية نعم سيد خالد إذن وجهت انذارات لهذه العمالة السائبة والمخالفة وأيضا وزير العمل أعلن أن عام 2013 وزير العمل السعودي أعلن أنه سيكون هناك حملة ضد المخالفين إذن لماذا يتم أو الشارع اليمني لم يرضى من مثل هذه الأمور السيادية التي ترى السعودية فيها مصلحة للمواطن وأيضا إيجاد فرص للسعوديين داخل المملكة هذا عذر أقبح من ذنب ودعني أعرج على ما طرحه ضيفكم الكريم في مسألة تحديد مفهوم العامل والمواطن وأنا ذكرت بأن الإشكالية تكمن لدى هؤلاء في تحديد مثل هذا المفهوم وبالتالي إذا كانوا هم على مستوى المواطن هناك تقسيمات معينة فما بالك بالعامل اليمني ومن هنا تتضح القضية عودة إلى ما تفضلت قلت لكم بأنها تركز هذه القيادة على قصور الفهم لدى العامل في معرفة حقوقه بالكاملة ومن ثم قصور نظامه في المطالبة بحقوقه في حالة ما إذا تعرض إلى تعسف وهذا ما حصل تحديدا في عام 1990 إذ قام هذا النظام بطرد ما يربو عن المليون مواطن يمني يعيش في هذا البلد وذنبه أنه ذهب وآثر أن يعمل ويبني ويواصل مسيرة بنائه ويحصل على فرصة ربما أفضل لكن نعود إلى النقطة نقول بأن النظام السعودي عدم التزام سيد خالد بموضوع قوانين وأن السعودية الحق في ترحيل من هو مخالف لقوانين الدولة إذا ما أخذنا المسألة ودرسناها من حيث الظرف الذي نشأت فيه وذكرت لكم سابقا بأنها لم تطرد المليون عامل أو مواطن يمني إلا بعد تحقيق الوحدة وعلمها بشكل أساسي أن النظام اليمني يعالم المأزق الاقتصادي بعد مسألة التوحد والاندماج بين الشطرين بنفس الكيفية هي في الوقت الراهن والعالم برمته يعلم ويرى ويتابع ما يدور في الأراضي اليمنية فهل نعتبر هذا بأنه موقف لهذا النظام من قبل الثورة الربيع العربي أو الثورة اليمنية وعلى عكس ما أبدته السعودية فيما يؤرف بالمبادرة الخليجية دعني أذهب بهذه النقطة إلى سيد أنور فهذا من لاحية التوقيت والضرف وضحت وجهة نظرك سيد خالد بشكل أساسي هذه الحسابات الخاطئة التي ترسقت في ذهن صان القرار السياسي ومما ساعد على ذلك سيد خالد وضحت ما تود قوله دعني أذهب بهذه النقطة التي تود الحديث عنها فيما يتعلق بأن السعودية مع كل دول الخليج وضحت الصورة داخل في مساء ومسألة الحوار الوطني وأيضا مستقبل اليمن تأثير هذا القرار على المساعي الخليجية وأيضا ما تسعى إليه من استقرار والأمن والاقتصاد والازدهار في الاقتصاد يعني وارتباط هذه الحملة هل يمكن الربط بينها وبين المساعي الخليجية والسعودية بالتحديد سيد أنور طبعا هو يعرف والجميع في الأخوة في الأخوة في اليمن يعرفون بأن المملكة العربية السعودية تعطي لليمن أهمية كبرى وتراعي حق الجوار وأيضا أول دليل على ذلك هو سعي المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار في اليمن ودعم الاستقرار في اليمن هو بعملية المبادرة الخليجية التي هي الآن تحقق هذا الاستقرار الأمر الثاني أن المملكة العربية السعودية ساهمت بأربعين في المئة من الدول المانحة الآن لليمن فإذا كانت اليمن الآن استقرت واستطاعت اليمن وإن شاء الله سوف تستطيع أن تحقق الاستقرار فإن هذه الأموال التي سوف تعطى للإخوة اليمنيين طبعا فهي من أخ لأخيه ومن إخوة لأخوانهم هذه الأموال سوف ترفع من شأن اليمن وإن شاء الله تجعلها تصبح مؤهلة لكي تدخل ضمن بوتقة دول مجلس التعاون أيضا المملكة العربية السعودية بمواقفها هذه استطاعت أن تقف دون عملية الحرب الأهلية في اليمن وساهمت في عدم انزلاق الشعب اليمني إلى الحرب الأهلية والله الحمد وطبعا المملكة العربية السعودية كانت تأخذ الطريق الوسط دين كل هذه الفئات حتى أن الرئيس اليمني حينما أصيب جاء المملكة العربية سنذهب بلا فاصل سيد أنور ثم سنعود للحديث عن العمالة اليمنية في السعودية سنتابع الجزء الثاني من حوار المساء على سكاي نيوز عربية ولكن بعد قد نواصل حوارنا هذا المساء ونرحب من جديد بضيوفنا من جدة مدير مركز الشرق الأوسط للإدرافات الاستراتيجية أنور ماجد عشقي ومن العاصمة اليمنية صنعاء أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء خالد الفهد ونذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفسراتكم على تويتر وفيسبوك نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين المشاهد مقترب الراوعي يقول في مشاركة لا على فيسبوك المتضرر الوحيد من هذه الحملة هو المواطن سواء السعودي أو اليمني لأن تجمعهم مصالح مشتركة ألياس الجوفي أيضا يقول على فيسبوك أنا لا ألوم الإخوة في المملكة بل يقع اللوم على الحكومة اليمنية أما محمود صالح فيوكد أن الحملة لم تفرق بين مصري وهندي وبنغالي ويمني وسوري ولبناني ثم أنها توقفت بعد تدخل الملك عبدالله المشاهد الذي يلقب نفسه مضيع اسمي يشير إلى أن السعودية تدعم اليمن بملايين أريالات ويهمها أمن اليمن ولكن يجب البدء أولا بضبط الذين يبيعون التأشيرات أرحب مرة أخرى بضيوف الكرام وأذهب بهذا السؤال وبداية الجزء الثاني من حوار هذا المساء إلى السيد خالد من صنعاء يعني سيد خالد ما هو الأثر الاجتماعي والاقتصادي جراء عودة هؤلاء إلى اليمن مما لا شك فيه بأن خروج هذه الوجبة الثانية والتي تراهن عليها القيادة السعودية سيعمق الأزمة الاقتصادية وهي تدرك ذلك لا سيما وقد عملت مثل هذا الأمر في عام 1990 ودعني أشير إلى أنه يتعمد النظام السعودي بقيادته على أن يترك قانون العمالة مبهما ودائما ما يكيف هذا القانون وفق حسابات تتعلق بمصلحته إذا ما أخذنا الأمر في ما يتعلق بالمبادرة يعني أنت تتوجه اتهامات لكن ماذا عن القرب أيضا الجغرافي والعلاقات القبلية خاصة مع جنوب السعودية سيد خالد إذا ما أخذنا هذا الأمر وتطرقنا إلى تاريخ الألاقات اليمنية السعودية لا نجدها بعافية عبر تاريخها واستمت بمظاهر الخلاف والانقطاع والتوتر بل نجد بأن النظام السعودي هو من عمد إلى تقوية شخصيات بعينها وعبر أجندة وأدوار رسمها أود سيد خالد البقاء في إطار العمالة وموضوع حملة الجوازات في السعودية يعني أنت تخرج دائما عن إطار الحديث يعني نتحدث عن العمالة وما هو المخرج الذي يضمن حق العامل وأيضا رب العمل جراء تنظيم هذه العملية يعني أرجو أن تبقى في صلب الموضوع يعني ما هو المخرج الآن الذي يضمن حق العامل وأيضا رب العمل وإيجاد تنظيم لكل الطرفين في رأيك يا عزيزي العامل اليمني وضعه من الناحية الإنسانية والأخلاقية وحتى كافة الأعراف والمبادئ والشرائع والأديان لا تمس هذا الأمر ولا نجده تحديدا إلا في هذه الدولة والتي تتضح فيها معالم الشوفينية والأنصرية بشكل أساسي نعم ولا أدري هذه التهمات نحن لا نود أن يتم طرحها سيد خالد أتمنى أن نبقى في صلب الموضوع يعني أنت تذهب باتيامات بعيدة عن صلب الموضوع وأيضا بعيدة عن الواقع في رأيك يعني دعنا نتحدث عن هذه النقطة أذهب بالسؤال إلى سيد أنور يعني سيد أنور كيف يمكن بنفس السؤال يعني المخرج الذي يضمن حق العامل وأيضا رب العمل ووضع إطار يعمل على تنظيم هذه العملية داخل السعودية والتي تعاني من مشكلة خاصة مع اليمنيين الحقيقة بالنسبة للحقوق طبعا هناك حقوق المواطن وحقوق العامل الأجنبي إذا سار هناك إهمال أو تسيب في حقوق العامل الأجنبي معناها يكون ذلك على طبعا حقوق المواطن السعودي فإذا معناها الآن نحن في حركة تصحيح هذه حركة التصحيح هي التي تقوي العلاقات بين اليمن وبین المملكة العربية السعودية ليه لأنها تقلل من كثير من السلبيات التي تحصل بنسبة لسواء كان من العمالة اليمنية أو من غيرها من العمالة المملكة العربية السعودية حينما تتضجر من أي عمالة إذا كثرت فيها الأزمات أو غيرها ممكن أن المملكة العربية السعودية توقف هذا التعامل وقد سبقت، أوقفت هذا التعامل مع دولة شقيقة وأيضا إلى الآن متوقفة مع دولة أخرى فلا نريد أن نصل إلى دور القطيعة من حيث العمال ولكن الحقيقة لا يمكن أن يكون واحد إنسان يمثل شعب بأكمله لكن نحن نتكلم في عملية قانونية وعملية نظامية لكن ماذا عن الإجراءات سيدنا ورعفون المقاطع لمن يجلب العمالة وأيضا يتاجر بالتأشيرات خاصة من السعودين ماذا اتخذ بحق هؤلاء لا شك أولا لا بد من تصحيح الأوضاع والآن حينما وجهة طبعا قامت الحملة هذه كل من لم يعمل مع صاحبه فمعناها أنه طبعا تعرض أن يتكفل باستسفيره ويتكفل بكثير من هذه الأمور وسوف يعاقب بموجب القانون الذين يتاجرون في التأشيرات سوف تقف هذه العملية ولن يكون هناك تجارة بعد الآن بالتأشيرات ثانيا من ارتكب أي خطأ فلا بد أن يعاقب بحكم القانون ولهذا أنا أرجو أن الأخوان في اليمن وغيرها لا ينزعجوا لأنها تصحيح الأوضاع حينما يكون الجميع عمام القانون وأمام النظام يكون الأمر جيد ويكون الأمر في صالح الطرفين سيد خالد كما أشار السيد أنور هناك مصلحة مشتركة لصالح الطرفين وهذه الحملة ستضمن عملية إفادة العمالة وإيضا بشكل منظم إذن لماذا في رأيك كل هذا الخلاف والجدل حول هذه الحملة؟ هذه كلمة حق يراد بها باطل وأنا ذكرت مرارا وتكرارا بأن هذا يعبر عن تخلف في رؤية صانع القرار السعودي ومما لا شك فيه بأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تنتهف كافة الحقوق والأعراف وهذا يسترعي وقوف العالم برمته إزاءها نعم نعم وصلت ما تود قولها دعنا في صلب الموضوع في رأيك أين تكمن الحلول؟ نود أن نتحدث بطريقة عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع إذا كنت تعارض ما تقوم به السعودية إذن ما هو الحل في رأيك؟ الحل الأشاسي يكمن في أن تلتزم هذه الدولة بالحقوق والمبادئ المتعارف عليها وعليها أن تدرك بأن الشعبين اليمني والسعودي شعبين لديهم ارتباطات أزلية ومصيرية وقواسم مشتركة دعنا أعودي إلى نفس السؤال التاريخية والجغرافية وحق الحياة مكفول وليس هناك فضل لا لنظام سعودي ولا لغير النظام سعودي وبالتالي هذا يتطلب من قبل صانع القرار اليمني أن يقوم بواجبه إتساء هذه الانتهاكات من ناحية القوانين كيف يمكن تطبيق قانون؟ هذا النظام العنصري نعم يبدو أنك انفعلت أكثر من اللازم سيد خالد عفوا إذن يبدو أننا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد خالد وأنه منفعل أكثر من السؤال الذي نطرحه نحن نود الحديث بكل شفافية حول هذه القضية وأيضا التطرق لها من ناحية السلبيات والإيجابيات وحق كل الطرفين سواء رب العمل أو العامل اليمني أو أي كان جنسيته في السعودية يعني دون المساس بمواضيع أخرى تتعلق بالسياسة أبقى معك سيد أنور فيما يتعلق بهذه القضية يعني هناك أيضا حديث عن التجار ومبررات مثل ارتفاع الأسعار وأيضا تعطل الأعمال في السعودية كيف تنظر لما يتم إشاعتهم من ربما التجار حول هذه وأيضا تخوف من ارتفاع الأسعار جراء التخلي عن هذه العداد الكبيرة من العمالة حتى وإن كانت مخالفة أسمح لي أن عندنا نحن في قاعدة دائما قاعدة عالمية لا يكون هناك بناء إلا على هدم فهذه العملية عملية بناء بناء القانون بناء النظام بناء التنظيم لكن هناك لا شك بأن جهات تضررت لكن هذا التضرر وقتي وهذا التضرر أيضا سيكون نسبي ولكنه سيكون في صالح المواطن السعودي لأن الجهات التي تضررت والتي كانت تفتح أبوابها للعمالة الغير شرعية الآن أصبح لديها الفرصة لكي تستفيد من العمالة السعودية التي كانت معطلة في الماضي أنت ترى أن تعتقد أن سيد أنور هذه الحملة ولو كانت مؤثرة في مرحلة ما قادرة على حل مشكلة رئيسية وهي البطالة لا شك الآن في هذه الحملة يعني الحقيقة وجد كثير توظفوا سواء كانوا نساء أو رجال وبالفعل الأكثرية كانت للنساء ولله الحمد والمواطن السعودي شعر بإيجابية هذه الحملة ولكن خادم الحرمين الشريفين تدخله كان إنساني ولهذا أعطى الفرصة ثلاثة أشهر لكي يسوي كل إنسان وضعه لم يقل أطردوهم قال كل إنسان سيوضعه كل إنسان حصله وإنسان يشتغل عنده ويشتغل عنده فإذن إيش الخطأ في هذا الموضوع لكن هناك من يرى أن بعض الوظائف خاصة الصغيرة هل يمكن في رأيك سيد أنور إحلالها وأيضا قبول من الناحية الاجتماعية للسعوديين الدخول في هذا الوظائف وأيضا إيجاد البديل السعودي لها طبعا لا شك بأن السعوديين كما تفضلت السعودي كان يأنف من الأعمال المتواضعة ولا أقول الوضيعة ولكن الآن طبعا السعودي ازداد وعيا وعلم بأن الطريق إلى العمل الجيد والعمل الراقي هو يعني البدء بالعمل المتواضع أنا عندي كان طبعا صديق سيناتور في الولايات المتاحة الأمريكية وكان بيقول سألت أنت كيف بدأت حياتك قال أنا كنت ألم قمامة فالحقيقة هذه ما هو عيب يعني الواحد يشتغل في أعمال متواضعة ولكن كلها خدمة وطنية علينا أن نعرف بأنها هي خدمة وطنية وخدمة إنسانية وخدمة إسلامية فإذا لا بد الإنسان يتقبل ذلك لكن هناك من يرى أن هناك بعض الوظائف أيضا والحرف في حال ما تم الاستغناء عن بعض المهارات وأيضا الخبرات أي أن كان جنسية هذه الخبرات ستؤثر بشكل كبير على السوق السعودي ما رأيك سيدا نور لن تؤثر على السوق السعودي لأنه ليس كل العمالة طلعت لكن العمالة القانونية بقيت والعمالة القانونية لا تزال في أماكنها لكن العمالة الغير قانونية لأن العمالة الغير قانونية أحيانا تفرز أمور سلبية وهذه سلبية على أمن المواطن على اقتصاد المواطن على كثير من ما يتعلق بالمواطن فإذن المملكة العربية السعودية اضطرت أنها تقوم بتصحيح هذه الأوضاع العملية ليست انتقام ليست انطهاد إنما هي عملية تصحيح والكل يفضل دائما أن يكون الاتجاه إلى التصحيح هو الاتجاه الصحيح نعم بعد تسعين يوم أو ثلاثة تشهر التي أعلن عنها الملك عبدالله فيما يتعلق بالمهلة كيف تنظر لقطاع العمالة وتنظيم هذه العملية وأيضا دورها في الأثر الاجتماعي والاقتصادي وأيضا حل مشكلة السعودة أولا لا شك بأن التقصير السابق كان من طرفنا نحن سواء كان على مستوى المواطن أو كان على مستوى المسؤولين لأن التسامح أكثر مما يجب على حساب النظام والقانون سوف يورث سلبيات كبيرة فإذن الآن يجب أن لا تكون هذه حملة يجب أن تكون قانونا مستمرا وأن تقنن هذه الأشياء بأن يرفض أن يكون هناك أي إنسان غير قانوني موجود في المملكة العربية السعودية وبذلك تستطيع المملكة العربية السعودية أن تحقق مزيدا من الأمن إذن سيد أنور ماجد عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من جدة وأيضا أشكر أستاذ العلوم السياسية بجمعة صنعاء السيد خالد الفهد شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم